جوجل بدت كمشروع بحث سنة 1996 لطالبين خلال دراساتهم العليا في سنة 1998 حاول انهم بيعوا التكنولوجيا اللي يطوروها واللي كانوا يعتقدوا انها احسن من اي تكنولوجيا محركات بحث موجودة في حينه لشركات محركات بحث قائمة موجودة عساس انهم برضو يتمكنوا من العودة لدراستهم في البداية عرضوا التكنولوجيا تبعتهم على اكبر محرك بحث موجود في حينه واسمه AltaVista بمليون دولار ولكن AltaVista اللي هي قرضت حاليا رفضت التقنية تبعتهم فاتجهوا بعدها لياهو ياهو رفضت تشتري التكنولوجيا تبعتهم والسبب مفيد للاهتمام او حتى غريب من وجهة نظرنا اليوم منطق ياهو كان كالتالي اذا اتحسنت جودة محرك البحث تبع ياهو فهاي بكون سبب في ان الناس بدل ما يقضوا وقتهم على موقع ياهو ويشوفوا الدعايات اللي بتعرضها ياهو وبالتالي تاخد فلوس اكثر بصير اثر على الناس انهم من خلال البحث يروحوا لمواقع اخرى طبعا احنا في يوم نهاي ممكن نشوف التفسير نوعا ما غريب ولكن صعب الواحد يحكم على منطق الناس في وقت سابق بالنتيجة ياهو عملية قرضت بينما جوجل كان دخلها من الدعايات بس على نتائج البحث تبعتها اكتر من 32 مليار العام الماضي الانترنت تحتوي على اكتر من مليار موقع ربما اكتر من تريليون صفحة تريليون يعني واحد متبوع ب12 صفر كيف تستطيع محركات البحث مثل جوجل انها تبحث في هذا الكمل هائل من المعلومات وفي اقل من ثانية واحدة وكيف تحدد ترتيب النتائج لكل عملية بحث اولا قبل الحديث عن طريقة عمل محركات البحث بلزمنا فهم مبسط للويب او الشبكة العنكبوتية اللي بننظر الها على انها هي والانترنت شيء واحد ورح نحكي عن الفرق بينهم في حلقة لاحقة الويب عبارة عن مجموعة من الصفحات ممكن الوصول الها من خلال الانترنت وكل صفحة بتندرج ضمن موقع اللي بيخلي الشبكة العنكبوتية شبكة هي الروابط بين الصفحات سواء كانت هاي الصفحات ضمن نفس الموقع او بين مواقع مختلفة من هون بيجي اسم الشبكة او الشبكة العنكبوتية محركات البحث ما بتستطيع البحث الويب مباشرة لان العملية رح تكون بطيئة جدا كمثال بسيط لو افترضنا انه تحميل كل صفحة بالطلب ثانيتين هو رقم في كتير من التفاؤل فالبحث في تريليون صفحة رح يطلب 2 تريليون ثانية يعني 63 ألف سنة لذلك اول خطوة بتقوم فيها محركات البحث هي تنزيل نسخة من الويب على اجهزتها للبحث في هاي النسخة حتى تتمكن من من تنزيل الويب لازم تعرف الصفحات الموجودة فيها لكن للأسف ما في مكان مركزي موجود في هاي المعلومة هون نرجع لفكرة شبكة العنكبوت في برنامج يطلق عليه الزاحف او العنكبوت بنعطيه في البداية عنوان صفحة وهو بنفسه بيزحف بين الروابط لاستكشاف صفحات جديدة لما يصادف العنكبوت صفحة بيخزن معلومات عنها زي عنوانها ومحتواها والصفحات اللي بتربط إلها او منها عملية الزاحف هاي بتتم بشكل مستمر لأن الويب يعدل فيها ويضاف إلها ويحتف منها ملايين الصفحات يوميا بعد ما تقوم العنكب بعملها بصرع المحرك البحث نسخة عن الويب بالرغم موجود هاي نسخة إلا أن البحث عن كلمة واحدة في تريليون صفحة لا زال رح يستغل كم هائل من الوقت الحل هون هو فهرسة الويب فكرة الفهرسة موجودة في الكتب المطبوعة من مئات السنين الكتب عادة بتحتوي على فهرسة المواضيع بتعداد المواضيع الواردة في الكتاب وكل صفحة بتتحدث عن كل موضوع من هاي المواضيع مثلاً لو أخذنا كتاب مقدمة ابن خلدون وبنبحث فيها عن كلامه يعني عن كلام المؤلف ابن خلدون عن الرحالة ابن بطوطة بلزمنا قراءة جميع الكتاب يعني 550 صفحة تقريباً لكن إذا توفرت الفهرس ممكن ننظر في فهرس الأعلام ونقوم بنفس الشيء في أقل من دقيقة واحدة لو فكرنا كيف نقوم ببناء فهرس أعلام على سبيل المثال لمقدمة ابن خلدون العملية سهلة بنعطي شخص لكتاب ليقرأه بالكامل وكل ما مر على اسم شخص بضيف اسم الشخص للفهرس إذا ما كان موجود وبضيف بجانبه رقم الصفحة اللي وجد فيها الاسم بطريقة مشابهة بتقوم محركات البحث ببناء فهرس الكلمات بيحتوي على كل كلمة موجودة في الويب والصفحات اللي وجدت فيها هاي الكلمة لما يقوم المستخدم ببحث المحرك بنظر في فهرس الكلمات لتحديد الصفحات اللي بتحتوي على الكلمات المطلوبة وبعدين بنظر في نسخة المحرك من الويب لمعرفة تفاصيل كل صفحة مطابقة مع وجود الفهرس بصير من السهل إيجاد الصفحات اللي بتحتوي على كلمات البحث بسرعة فائقة أقل من ثانية لكن المشكلة اللي بتيجي مباشرة هي العدد الهائل من النتائج واللي بستلزم ترتيب النتائج حسب فأدتها للمستخدم محركات البحث تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومجموعة من الإشارات لتحديد ترتيب النتائج من هاي الإشارات مثلاً عدد الروابط للصفحة كل ما زاد عدد الروابط لصفحة معينة بتزيد أهمية هاي الصفحة في حلقة مقبلة رح نتكلم عن إحدى أهم الإشارات PageRank اللي قام باختراعها مؤسسي جوجل وكانت سبب في تفوق جوجل على كل محركات البحث اللي سبقتها هاي الإشارة بتنظر العدد الروابط لكل صفحة وجودة كل رابط من هاي الروابط إشارة أخرى هي موقعك الجغرافي فمثلاً إذا بحثت عن طقس طرابلس من لبنان فرح تحصل على نتائج مرتبطة بطرابلس الشرق أما إذا بحثت عن طقس طرابلس وأنت في ليبيا فرح تحصل على نتائج مرتبطة بطرابلس الغرب عاصمة ليبيا في حلقة مقبلة رح نتحدث عن Personalization أو إضفاء طابع شخصي على نتائج بناء على معلومات عن المستخدم في أكثر من 200 إشارة بتنظر لها محركات البحث لترتيب نتائجها مسألة ترتيب نتائج تعتبر أهم سر من أسرار محركات البحث هناك الكثير من محركات البحث سواء العالمية مثل جوجل وبينج ودك دك كو أو المختصة بسوق معين مثل بايدو في الصين وياندكس وميل دوترو في روسيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق والتي تفوق جودتها جودة جوجل في هذه الأسواق نحن اليوم تكلمنا عن البحث في النصوص أو الأشياء المكتوبة لكن محركات البحث بردو ممكنها البحث في أشياء مثل الصور أو الفيديوهات وهذه تطلب تقنيات مختلفة سنحكي عنها في حلقات لاحقة بإذن الله